مرحبا بكم في الدياغنوستيك على قناتكم جيل ديزال الالكترونيا شحل من عام وانت تعاني من الستوما تاعك ولا حريق داير فيك رايو دولة تشربه ماشي هو أيا دي سي ديت تروح تشوف الطبيب على خطر دبارة تأصحابك ما خرجتش عليك الميتسان كي شفتو قال لك هاد المشكل مايكون غير زوج صوالح سوى غاستريت ولا يلسار بنت اكدو لازم ديرو فبروسكوبي نشوفو الاستوما تاعك واش بيها ايا درتو واطلعت غاستريت مانع على بلئ راك حيب تفهمو شنو هاد الغاستريت وعلى هجاتك ريح معانا تفهم وشنو هو التهاب المعدة؟ الغاستريت بكل بساطة هي التهاب الغيشة الداخلي تاع المعدة تاعك وهاد الالتهاب راح يكون سواء مزمن ولا حد يقدر يطور ويمدلك يلسار يعني الاستوما تاعك راح تتجرح ولا يقدر يروح حتى الكونسار الى مدويته شبين بصحة جنرال الغاستريت مهيش مالادي غراف وفي الغالبية الحالات اللي حتبراء بالخف وبدون مشاكل اه داكور على وشنو هي اسباب التهاب المعدة؟ 90% من الغاستريت سببهم باكتيري وليسموها إليكوباكتر بيروري اسباب واحد اخرى هي الالكول، الاسترس والضخان حتى الحساسية والادوية اللي تسبب تهيج في الغيشة ليغلف الاستوما خاصة لزونتي انفلاماتوري، ديكروفينك، ايبي بروفين والكيتو بروفين الكورتيكويد، من سهمش ولا حتى الاسبيرين كاين المرض يسموها المالادي دو بيرمير هذه تبقى واحدة من الأمراض اللي تسبب لغاستريت كورونيك يعني التهاب مزمن في المعدة وتكون سبباً تع نقص امتصاص الفيتامين بيدوز داكا، والأعراض خاصة بهذا المرض؟ الغاستريت لبليبارجيتو ما فيهاش أعراض وكيجو يقدر يدخل طولك مع المشكلة تاع الحريق اللي هو الـ RGO اليولسير اللي هي القرحة الماعدة وحتى الكونسيرت عليستوما فهذا الغاستريت راح ينلقاه حريق في المعدة تحس هدي ماء معمرة ومنفخة راح ينكونوا عندك دينوزي ديفوميزمو والشي اللي تقدر تفرق به بين اليولسير والغاستريت انه في الغاستريت اللي أنا نحكو عليها دوركا كي تكون جيعاً أراك مليح انت تاكل سورته إلا كانت الماكلة مع مرأة بالشحمة ولوجع ينض ويترتق فيه كرشك هذا العكس تعلوي سيرلي غير تاكل فيه ترتاح وإلتهاب المعيدة يقدر يأثع على الشهية التاعي؟ حاجة بينها كي تكون عندك غاستريت راح تروح لك لابيتي وتنقص في الميزان بلا مدفيق دكتور التهاب المعيدة يقدر يسبب لتعقيدات؟ الجاستريت ولا الالتهاب الحد تاع المعدة يقدر يولي مرض مزمن إلا ما تغلج فروعك وشربت الدواك ما يلزم تقدر تتقيى الدم يكون حمر ولاك حل تقدر جيك حتى صعبة في تنفس دوخة ولا تقدر حتى تتصرع إلا ولات الجاستريت كرونيك يقدر يملك إلسير يعني لستماتة تجرح ومع الوقت تقدر يروح يولي الكونسير وانا كيفش نقدر نعرف إذا عندي إلتهاب معيطة ولا حاجة واحد خلق؟ بح تقدر تقول باللي عندي جاستريت مشي غير لو جعبرك لازم تشوف جاسترولوج يدلك إن فيبروسكوبي مع دي بيوبسي ويحدد وش من نوع تعل جاستريت اللي عندك اه دكتور وكيفش نقدر نعالج نفسي من هاد المرض؟ العلاج تعل جاستريت فيه ثلاث سوالح أول حاجة لازم تحبس كلش وش يقدر يدر الإستوماتاعك ثاني حاجة لازم تبروتجي الإستوماتاعك بالدواء سواء بونسموغاستريك سواء نونتيستامينيك أجدو كيما رانيتيدين كامل تعرفوه ولا الني بي بي اللي هو لومي برازول حاجة تروازية لازم تشرب لزونتيبيوتيك بالتقضي على هاد البكتر اللي حكينا عليها واللي هي الإلكوباكتر فيلوري بيانسير هاد شي كاملي من دهولك طبيبو وماشي لازم تشربه وحدك وش نوم النصائح اللي تقدمها لكي ما نمرضوش بهذا المرض؟ تبع معي مليح إلى حبل استوماتاعك تبرع هاد الصوالح ممنوعين عليك الدخان الالكول وليزي بيس يعني التوابي اللي بزاف استرس اللي ركعيش فيه غير القلوحة لزونتين في المطور جم يتاخدهم وحدهم زيد معهم دماغ ومي برازول إلى هنا نكونو كمنا مع هاد العديد من دياغنوستيك نذكركم أن هاد الحصة تبت يومياً من الحد حتى الخميس على قنوات جيل دي زاد الإلكترونية خلونا الآرات والأسئلة تعكم في التعليقات تواصلوا معنا في قنوات جيل دي زاد على مواقع التواصل دار أسفل الساشة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته